السلام عليكم بطلبة المرحلة الأولى قسم تقنيات التمريض بمادة أساسيات التمريض محاضرتنا لهذا الأسبوع هي العلامات الحيوية اللي راح نتناول خلالها البودي تيمبرايتشا والبالس الفيتال ساينز تكلمنا عنها بمحاضراتنا العملية بشكل موسع وطبقناها وكل معلوماتهم إن شاء الله أعتقد أنه واضحة لأنه ما خليت شي ما نبهتكم عليه اللي يبقى أنه نتناول لمحاضرتنا اليوم الجزء النظري من قدها يعني المواد أو المعلومات الشرح ما وسعت بيها لكم إن شاء الله معلوماتها بسيطة أتمنى من الكل يدخل للكلاس بالاسم باللغة العربية اسمه الرباعي باللغة العربية حتى يضمن حقه هذه كبداية وضفت لكم هنا شكل المحرار الطابلي التمبرال أو التمبانك محرار الطابلي شكله فالفيتال ساينس هي قياس للباديلي فانكشن محرار الطابلي وهي قياس للوظائف الجسم اللي تحدد الحالة الفيزيائية للجسم ولي تتناول التمبرايتشر والبالس والرسباريشن والبلد برجر البادي تمبرايتشر تتناول التمبرايتشر تتناول التمبرايتشر تتناول التمبرايتشر هي المقارنة بين التوازن الحرارة المفقودة والحرارة المكتسبة للجسم جسم الإنسان تتناول التمبرايش تتناول التمبرايتش ترتيب ٣٦ الحرارة الطبيعية جسم الإنسان هي تانيس بمجرığة بكويسي من ثمانية وتسعين وجود نحن الضربية ثرموميتر مثل المحرار سوف نتناول مجموعة من المحارير طبعاً ذكرتها لكم بالمحاضرات المحاضراتنا العملية وأتمنى من الكل يكون عنده صورة كاملة عنها لأنه جايز أسألكم عنها بالعمل وبالنظري خلوها ببالكم أنواع المحارير اللي موجودة عندنا احنا اتفقنا على أنه عندنا محرار تمبانك اللي هو المحرار الطبلي اللي في درجة الحرارة عن طريق طبلة الأذن عندنا المحرار المركيوري المحرار الزئبقي عندنا المحرار الإلكتروني المحرار التومبرول اللي هو اللي يستخدم الأشياء فوق الحمراء اللي يستخدموا خلال هاي الفترة تجا yextron يستخدموا بكثرة بالمطارات عندنا المحرار طبعاً المحرار المركيوري لدينا نوعين. الي هو محرار اورالي. ومحرار ام ركتالي. طرق قياس درجة الحرارة او انواع الاماكن الي لنقيس بيها درجة الحرارة. بتختلف عن انواع المحاريشي والطرق الي نقيس بيها شي ثاني. طرق الي نقيس بيها درجة الحرارة. طبعا للباي بايركسية او الفيفر اللي هي temperature over 37 اذا صار عندنا بايركسية اللي معناها الفيفر الحمى درجة الحرارة اعلى من 37 درجة سليزية اللي ينظم درجة حرارة جسم الانسان الهايبوثيلموس تحت الميهات الهايبوثيرمية اللي هي temperature below normal تحت 37 تكون فش يصير انخفاض درجة حرارة جسم الانسان اللي حابة انوح عن درجة حرارة جسم الانسان تنخفض بحالات الشوك الصدمة خاصة الكاردياك شوك الصدمة القلبية المرضى اللي اول ما يطلعون من العملية الجراحية اول وقت يعني اول ساعتين او ثلاث ساعات من يطلعون من العملية الجراحية درجة حرارة جسم الانسان اقل من المعدل الطبيعي واي انخفاض درجة حرارة جسم الانسان معناها خلل بيمان خلل بالقلب توزيع الدم داخل الجسم حالات النزف الشديد تسبب انخفاض درجة حرارة جسم الانسان طرق قياس حرارة جسم الانسان اللي هي اورالي فمويا اكزيلاري الابطية اللي يزود عليها نص درجة سليزية الريكتالي النقص من ادها نص درجة سليزية التمبرال الصدرية الاير دور درام اللي هي التمبانيك طابلية والانيقواينال اللي هي الايرابية المحرار لازم يكون درجة حرارة اقل من 35 درجة سليزية او 35 درجة سليزية نضع المحرار تحت اللسان رح نطلب من المريض انه يغلق الشفاه بشكل جيد رح نخرج المحرار من فم المريض خلال 3 الى 5 دقائق قلنا خلال هذا الوقت احنا نستفاد من عنده نقيس البالس نقيس ريسبايريشن نقيس البلد برجة المحاذير المرضى اللي فاقدين الوعي اطفال الرضا لانهم يقدر يغلق فمه وينتظر الاشخاص اللي يتنفسون عن طريق الفم اي امراض او املية جراحية بالفم السايكو ديزيز امراض النفسية او الاقلية الاكزلاري مثوت او الطريقة الابطية وبثيرموميتر رح ننظف الثيرموميتر رح نتأكد من المحرار انه درجة حرارة 35 او تحت 35 بلايس الثيرموميتر اندر اكزلاري او فلت ارم ونثني الذراق اكروس تشست على المنطقة الصدرية اهنا عندي مجموعة من انواع المحارير طبعا رفيتها لكم طلاب احنا نتوقع حتى اجيب لكم صورة واطلب من ادكم نوع المحرار خلوها ببالكم يعني هاي من الامور اللي جايزة تجي على هالشكل رح نخرج المحرار بعد 10 دقائق المنطقة هذي تكون باردة لهذا نترك المحرار فترة اطول مدة حتى 10 دقائق رح نقرأ المحرار ونسجل الطريقة الثالثة تأكد من الثيرموميتر درجة حرارة تحت 35 او 35 درجة لبريكيت ثيرموميتر احنا لازم نتأكد بر اكتر لازم نسوي لبريكيت تزييت للمحرار انتر ثيرموميتر ان انص نضع المحرار من منطقة الشرجية leave the ثيرموميتر 2 minutes رح ناخذ المحرار بعد دقيقتين وراح اكيد احنا الخطوات العملية اللي هي ننظف المحرار من الساقل البصلة وراح read and record رح نقرأ المحرار ونسجله بالكارت الطبي contraindication of rectal method محاذير استخدام ال rectal method طريقة قياس الحرارة عن طريق المنطقة الشرجية any disease in rectal اي امراض من منطقة ال rectal surgical عمليات جراحية من منطقة ال rectal وبحالات الديارية الاسهال البلس النبض is the expansion of arterial wall هو التوسع بالجدار الشرياني occurring with each ventricular contraction تحدث خلال شنو؟ خلال التوسع او التقلص البطيني ventricular contraction تقلص البطيني sit off measuring pulse عفوا sit off measuring pulse مناطق قياس النبض قدنا هنا سبع مناطق لقياس النبض radial اللي استخدمناها طبعا للقياس البلس دائما يستخدمها الطبيب وقتكم واضحة بالصورة والبراكيال اللي نستخدمها بالقياس للبلود برجر للضغط الفيمورال الفخذية دي قلنا نستخدمها دائما هذا الشريان يستخدمه خاصة بحالات غسل الكيلة التمبرال ارتري الشريان الصدغي اللي دائما يستخدمه بحالات تخطيط للنبض عن طريق الجهاز اللي يخلوه على الرأس خاصة بالنسبة للأشخاص اللي يسووا لهم رانين الدور سالس بيتس اللي هي ظاهر القدم يستخدموها أكثر شي للأطفال أو للأشخاص اللي تعرضوا أثناء الحروب القطع الأيدي الكاروتد آرتري اللي هي نستخدمها خاصة بالحالات الاميرجنسي الحالات الحارجة والفاشيال آرتري الشريان الوجهي اللي هو منطقة الفكية هذي المناطق طبعا هنا أنا أدكم صور توضيحية لكل مناطق قياس أو مناطق دس النبض الملاحظة اللي لازم ننتبه لها خلال أخذ البلس البلس ريت المعدل الرثم النسقية الفوليوم الحجم والأرتريال وال وقلنا هذني باش يفيدنا يفيدنا بحالات الأشخاص اللي ممكن يتعرضون يتعرضون للكاردياك هارد فيل أو يتعرضون للجلطات خاصة لما نفحص البلس قلنا بالجهة اليمنى واليسرى بالأدلت من خمسين إلى مئة بالدقيقة بالإنفانت من مئة وعشرين إلى مئة وثلاثين بير منت طبعا سألناكم شون السبب وجاوبتوا طبعا أجوبتكم ما كانت مقنعة كلش التاكيكاردية التاكيكاردية تا بلس ريت أوفر وان هاندرد بيت بير منت رح تكون هنا البلس أقل من 100 نبضة للدقيقة يعني ارتفاع البرديكاردية وطبعا تكون الارتفاع بحالات ما تكون حالات مرضية أو مرض أحيانا يعني توصل للحالات الطبيعية بحالات الاكسرسايز فقط البرديكاردية ذا بلس ريت بلو 50 أو 50 بير منت البرديكاردية البلس يكون أقل من 50 نبضة بالدقيقة تكون بحالات طبعا بحالات أمراض القلب يصير انخفاض بيها هذه الحالات أو حالات تصلب الشرعي ممكن يصير بيها انخفاض تكلمنا عنها الاريثمية الريجولار الرسم أي أي كلمة الأي هي عبارة عن النفي اريثمية مثل الجرانيولر بالخلايا الدم الحبيبية الجرانيولر وأجرانيولر الغير حبيبية هنا اريثمية تعتبر الريجولار عدم نسقية أو غير منتظمة الرسم هنا غير منتظم العوامل اللي يتأثر على البالس قلنا العمر مثل ما لاحظنا احنا بالأدلت والإنفانت النساء دائما أعلى من النبض عند الرجال 7 إلى 8 نبض لكل دقيقة البودي سايز حجم الجسم الأشخاص اللي قدهم سمنة أعلى معدلة البالس قدهم من الأشخاص النحيفين الثن البلد براجر ممكن يأثر على البالس دائما من يرتفع البلد براجر دائما يكونوا يارتفاع بالبالس التمبريتر لما ترتفع درجة الحرارة كل درجة سليزية واحدة يرتفع خلالها البالس 7 إلى 10 نبض بالدقيقة الإكسرسايز الرياضة وتكلمنا عنها قبل شوي قدوكم أثناء الرياضة يرتفع معدل الباص أتمنى تكون محاضرتنا واضحة إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد كل مجموعة الطلاب اللي ملقوا أسمعهم ضمن القوائم اللي نزلتها لكم طبعا أكيد هذا الفيديو رح ينزل بوقت كل شي متأخر بلي لهذا خليته قبل وقت فأنا رح أترك لما أخلص ستسجيل رح أترك على النشر اللي أنا تقرصون النت أدنى بالعراق كلش ضعيف فرح أترك على النشر وأروح شوكة ما ينزل أنا معروف رح أكون نايمة بس اللي ردت أنوح علي أي طالب ما يلقى اسمه بالقوائم ينظم لأي مجموعة يقدر بس اللي اسمه مو بالمجموعة وينظم طبعا رح يأذي زملاء ويأذي نفسه أولا لأنه رح أتشيك على الإيميل الجامعي يختلف لأنه رح أشوف أي طالب حضر بوقت غير وقته مو مثل الإيميل العادي ما أقدر أشوف الأسماء بشكل مرتب هنا لهذا نزلت لكم قوائم وطبعا هاي القوائم اللي توزع الطلاب للميت ثلاث مجامع فقط المادة الأساسيات يعني أنا غير مسؤولة على باقي المواد لأن هذا مو مصلاحياتي إلا القسم رح ينوح عنها ما أعرف الشغلة الثانية اللي ربت أنا بحكم عليها قدنا كوز زين قدنا كوز الأورالي اللي مجموعة من الطلاب رح هيئ لهم أسئلة مثل كل أسبوع وأسألهم وعدنا الكوز الرتن اللي رح أرسلكم مرابط الرتن رح يبدي تقريبا من الخمسة أو عشرين دقيقة للستة ينتهي والأورالي رح يكون خلال كل مجموعة رح أدخل وأخذ مجموعة من الأسماء اللي امتحناه والأسابي الفاتت بعد ما أسألهم أو يمكن اللي درجاتهم مو زين أرجع أسألهم هاي فقط بس الطلاب اللي أحس درجاتهم مو زينهم هم اللي رح أرجع أسألهم أتمنى الموافقية للجميع وشكرا لحسن الاستماع